أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبل قاصم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين تكمل للحلقة السابقة بأن الإمام الحسين عليه السلام رغم علمه بالفجائع والمآسي والمصائب والجرائم التي سوف ترتكب بحقه وحق أهل بيته وأطفاله لم يتراجع ومضى على هذا العلم حتى تحقيق الهدف الإلهي الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به لم يكتفي القوم الأجلاف بما حل بأهل البيت عليهم السلام وأصحاب الحسين عليهم السلام بل تجرأوا على قتل الأطفال الأبرياء العزل بما فيهم الرضيع الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر وكذا التجرأ وقتل بعض النساء فقتلنا من دون أن يقاتلن حيث يكشف هذا الأمر عن ثقافة إجرامية ووحشية مقززة من جرائمهم التضييق على ركب الحسين عليه السلام ومنعهم من الماء حتى أضر بهم العطش شو ذرعوا؟ ذرعوا بالانتقام لعثمان لما منعوا عنه الماء علما بأنه في رواة كثيرة بدون أن الإمام علي عليه السلام يعني سمح أو أرسل له الماء مع أنه من المعلوم للدى الجميع أن أهل البيت عليهم السلام أبرأ الناس من دمه وأسمى من أن يمنعوه الماء ولا سيما أن الإمام الحسين عليه السلام نفسه قد سقى الحر وأصحاب الحر ورشف الخيل ترشيفة خيل الحر عندما التقى بهم في الطريق وهم قد جاءوا ليأخذوه أسيرا إلى ابن زياد الإمام الحسين عليه السلام بطريقه كان عنده راوية يعني جمال عليها بشكل خزان من الماء يعني كذا وحده حامل ماي معهم وعندما التقى بالحر والقوم عطاشة فسقى الجيش ورشف الخيل وترشيفة وهذا يدل على النبل وعلى الكرم وحتى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من المعروف أنه لم يجزي معاوية وعسكر معاوية في حرب صفين بالمثل أنه معاوية لما وصل إلى الماء منع الإمام علي عليه السلام من الماء لما الإمام علي عليه السلام أخذ الماء ما منع معاوية ولا منع أصحاب معاوية من الماء ولم يكتفوا بذلك بل انتهكوا حرمة العائلة النبوية الكريمة ذات المكانة العالية في النفوس والمعروفة بالخضر والحشمة سواء في المعركة أم بعد المعركة وذلك بإرعابها وبحرق خيامها وسلبها والتشهير بها وتسييرها في البلدان بوجه تقشعر له الأبنان من جرائمهم انتهاك حرمة الأجساد الشريفة بعد القتل بسلب الإمام الحسين عليه السلام ورضي جسده الشريف سلبه الإمام الحسين عليه السلام تتحدث الرواية بأنه عندما أراد أن ينزل إلى المعركة لبس تحت ثيابه ثياب بالية ثياب ممزقة حتى لأنه بيعرف أن القوم بدون يسلبوهد الثياب إضافة إلى أنه السهام والسيوف التي كانت قد أصابت جسده الشريف ما رح تبقى الثياب أنه أحد يرغب فيها فسلب الإمام الحسين عليه السلام ورض جسده الشريف بالخيل وترك جسده الشريف وأجساد أهل بيته وأصحابه بالعراء من دون دفن وقطعوا رؤوسهم رؤوس أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين ورفعوها على الرماح والتشهير بها في البلدان إلى غير ذلك من مظاهر الإنحطاط والوحشي التي هي سمة الطغاط والجبابرة والمعقدين هؤلين عندهم عقد الذين خرجوا من مفاهيمهم وسلوكهم عن ضوابط الإنسانية القويمة وأوقعوا بالمجتمع الإنساني في عصوره المختلفة حتى عصرنا الحاضر صنوف المصائب والفواجع والجرائم المقززة والمغرقة في الوحشية وجندوا كل طاقاتهم في النيل من الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطاهرين على المنابر وفي المحافل من أجل إسقاط حرمتهم وبيان شرعية قتلهم وما فعلوه مع أنهم عليهم السلام بالمكان الرفيع من الاحترام والتقديس رح يجمعنا بعض الحوادث اللي حصلت في الشام مع الإمام السجاد عليه السلام في الناس كنات جاهلي هذا المنظوم هذا التعتيم الإعلامي والجهل عند الناس المطبق نتيجة المنابر المأجورة التي أظهرت الدولة الحاكمة بمظهر القدوة الصالحة والحط من مكانة أهل البيت عليهم السلام في نفوس المسلمين صنعت ما صنعت كل ذلك أضاف للجريمة الكبرى بقتل الحسين بعدا إجراميا كبيرا واقعيا وعاطفيا وزاد في البعد الإجرامي للواقع وتأثيرها على المجتمع الإسلامي أمور شو هي أول أمر أن الإمام الحسين عليه السلام كان بقية أصحاب الكساء فانقطع بقتله أثرهم أصحاب الكساء خمسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام والسيدة الزهراء عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام بقتل الحسين عليه السلام والأربع الأوائل اللي هن النبي والإمام عليه السلام والإمام الحسن والسيدة الزهرة انتقلوا إلى جوار ربهم بقتل الحسين عليه السلام انقطع أثر أصحاب الكساء كما تضمن ذلك ما رواه الصدوق بسند عن عبد الله ابن الفضل الهاشم رواية صحيحة شو بتقول رواية صحيحة السنة بتقول قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله كيف صار يوم عاشرة يوم مصيبة يوم مصيبة وغم وجزع وحزن وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليوم الذي ماتت فيه فاطمة عليها السلام واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام واليوم الذي قتل فيه الإمام الحسن عليه السلام بالسم شو الميزة ان الامام الحسين يوم حزن بكاء دون غيره من أهل الكساء فقال عليه السلام هذا السؤال من مين من عبد الله ابن الفضل الهيشمي عم يسأل الإمام الصارق عليه السلام أجابه الإمام عليه السلام قال له إن يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام وذلك أن أصحاب الكساء الذي كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة فلما مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فكان الناس يتعزون فكانوا هن هول الأرواع عزاء للناس وسلوى فلما مضى فاطمة عليه السلام كان في أمير المؤمنين عليه السلام للناس عزاء وسلوى فلما مضى أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوى فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس في الحسين عليه السلام عزاء وسلوى فلما قتل الحسين عليه السلام لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم مصيب يمكن يتبادر لذهنك السؤال ويقول لك أن الإمام الاستجاد عليه السلام موجود والإمام الباقر عليه السلام موجود والأئمة من بعد الحسين موجودين سألوا عبد الله بن الفضل الهشم قال له يا ابن رسول الله فلم يكن للناس في علي بن الحسين عليه السلام عزاء وسلوى مثل ما كان لهم في آبائه عليهم السلام فقال عليه السلام بلى إن علي بن الحسين كان سيد العابدين وإماما وحجة على الخلق بعد آبائه الماضين ولكنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه وكان علمه وراثة من أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد شاهدهم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحوال في أن يتوالى فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكروا حاله مع رسول الله وقول رسول الله له فيه لما كانوا يشوفوا واحد من أهل الكساء كانوا يتذكروا النبي ويتذكروا حديث النبي بهذا الشخص المرئي فلما مضوا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله عز وجل ولم يكن في أحد منهم فقدوا جميعهم إلا في فقد الحسين عليه السلام لأنه مضى آخرهم فلذلك صار يومه أعظم أعظم الأيام مصيبة وهذا ما نطقت به أيضا عقيلة الطالبيين هذا ليس سبب كل هذا سبب جزئي وهذا ما نطقت به عقيلة الطالبيين أيضا زينب الحوراء عليها السلام حاملة مشعل النهضة من قولها ليلة العاشر لما سمعت الإمام الحسين عم ينعى نفسه شو قالت له قالت له اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن يا خليفة الماضين وثمال الباقين وبذلك نال الإمام الحسين عليه السلام الشرف الرفيع واليوم العظيم يوم الجزع والبكاء وقد تشف الأمويون بقتلهم الحسين عليه السلام ثأرا لأسلافهم المشركين فقد طفح على لسان الأمويين من التشفي بقتل الحسين عليه السلام بسبب قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسلافهم في حروب الإسلام فعن أبي عبيدة في كتاب المثالب أنه لما ورد كتاب عبيد الله بن زياد على عمر بن سعيد الأشدق يبشره بقتل الحسين عليه السلام قرأه على الناس كان هذا ويلي على المدينة قرأه على الناس وأومأ إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا يوم بيوم بدر الجميع عم يثأروا لأسلافهم ولأجديدهم لما حل بهم في معركة بدر وروا مثل ذلك عن يزيد حين أخذ ينكث ثغر الحسين عليه السلام وكذا عن ابن زياد حين أنكر عليه بعض من رآه يضرب ثنايا الحسين عليه السلام ولما وردت رؤوس الشهداء على يزيد وكان في منظرة له على ربا جيرون أنشد يقول لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الرؤوس على ربا جيرون نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني ولما أدخل رأس الحسين عليه السلام وراح اللعين ينكث ثغر الحسين وينشد بالأبيات أنه ليت أشياخ ببدر شهدوا استنكرت عليه الحورة زينب كل ذلك يدل على التشفي والحقد الدفين للإمام الحسين عليه السلام ولأبي الحسين عليه السلام ولأم الحسين عليه السلام ولجد الحسين عليه السلام وللدين الإسلامي بشكل عام وللقرآن الكريم كنص إلهي ولرسالة السماء والمنهج الإلهي الرباني سلام الله عليك يا أبا عبد الله عليك السلام جعلنا الله تعالى من الزائرين لقبرك ومن الذين ينالون شفاعتك يوم القيامة عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة